ودلوقتي لكل الناس اللي نزلت من بيوتها وراحين شغلها وعايزين يعرفوا المرور وحركة المرور عاملة ازاي خلونا نروح دلوقتي لزميلنا محمود جميل مرسل صباح الخير يا مصر عشان نتعرف منه على احوال المرور النهاردة من داخل الادارة العامة للمرور صباح الخير عليك محمود صباح الخير عليك يا بسانت وصباح الخير عليك يا احمد بسانت بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان بصبح على حضراتكم من الإدارة العامة للمرور هنستعرض النهاردة الحالة المرورية للمحاور والطرق الرئيسية الموجودة بشكل عام زي ما تكلمنا مبارح أن حتى الآن ما فيش أي تأثير لحالة التقس المتوقعة أو أي شبورة بعكس طبعا الأسبوع الماضي لكن بشكل عام حالة الطرق يعني مميزة جدا من حيث حالة التقس وما فيش أي طرق مغلقة خليني أبدأ مع حضراتكم بالنسبة للطرق الموجودة وخليني أبدأ مع السادة المواطنين اللي حابين يتجهوا إلى مدينة 6 أكتوبر بداية الاتجاه لمدينة 6 أكتوبر هيكون عندنا طريقين أول طريق هنبدأ به وهو طريق محور 26 يوليو طريق محور 26 يوليو هيكون فيه سيولة مرورية وتحديدا في هذا الاتجاه أيضا بالقرب من مدخل الشيخ زايد هنلاقي طبعا فيه سيولة مرورية موجودة بالقرب من مدخل الشيخ زايد وطبعا اللي بيكمل إلى مدينة 6 أكتوبر وميدان الحصري الطريق الآخر لمدينة 6 أكتوبر هيكون طريق الوحاد وزي ما حضراتكم شايفين هنا فيه طريق الوحاد هيكون فيه سيولة مرورية بالنسبة للمتجه إلى مدينة 6 أكتوبر وأيضا الاتجاه الآخر القادم من مدينة 6 أكتوبر ومتجه أيضا إلى ميدان الرماية هيكون فيه سيولة مرورية تامة بالنسبة بقى لليه اللي هيتم الاتجاه إلى منطقة التجمع أو المعادي وتحديدا قادم من مدينة 6 أكتوبر هيبتدي فيه طريق المريوتية طريق المريوتية هنا هيبتدي أنه هو يتجه إلى منزل المريوتية منزل المريوتية هنا بالتالي هيتجه إلى المعادي وأيضا مناطق التجمع وهذا الاتجاه هو المتجه إلى الطريق الزراعي ولكن المتجه إلى التجمع والمعادي في منزل المريطية هنبتد أن ننتقل إلى منزل المريطية علشان نشوف طبعاً ونتابع أخبار حالة الطرق على منزل المريطية منزل المريطية وهو الطريق الجديد الحاوي هيكون فيه سيولة مرورية بالنسبة للمتجه إلى المعادي ومناطق التجمع والمنيب والبحر الأعظم وأيضاً القادم من هذه المناطق ومتجه إلى مدينة 6 أكتوبر هيكون فيه سيولة مرورية في جميع الاتجاهات بالنسبة للمتجه إلى مناطق التجمع أو المعادي من منزل المريطية هيبتد أنه هو يتجه بقى إلى البحر الأعظم ومنزل الصعيد فبالتالي هنروح البحر الأعظم علشان نشوف أخبار الحالة المرورية على البحر الأعظم هنلاقي أنه فيه سيولة مرورية في الاتجاهات سواء الاتجاه القادم أو المتجه إلى المعادي والتجمع وقادم من منزل المريطية أو الاتجاه الآخر المنتجه إلى طبعاً المريطية والمنيب هيكون فيه سيولة مرورية بعض الكسافات الموجودة في منزل البحر الأعظم بالنسبة للقادم من المعادي والتجمع ده نظراً طبعاً لوجود الأعمال الإنشائية اللي موجودة في توسعة الطريق الدائري بالنسبة للبحر الأعظم بعد ما هيكمل طريقه هيكمل طبعاً على منزل الصعيد فمنزل الصعيد هنا هيكون فيه بعض الكسافات على الاتجاه المتجه إلى المعادي والتجمع ده طبعاً بسبب وجود الأعمال التوسعية والإنشائية الموجودة على الطريق الدائري لكن الجانب الآخر القادم من المعادي وحلوان والتجمع ومتجه إلى مناطق المنيب والبحر الأعظم هيكون فيه سيولة مرورية موجودة على هذا الاتجاه بالنسبة للقادم إلى التجمع وحلوان من منزل الصعيد هيتم الاتجاه إلى طريق الأوتوسترات فبالنسبة لطريق الأوتوسترات زي ما حضراتكم شايفين هيكون فيه سيولة مرورية بالنسبة للمتجه إلى المعادي والتجمع قادماً من البحر الأعظم ومنزل الصعيد وأيضاً هذا الاتجاه هو المتجه إلى البحر الأعظم ومنزل الصعيد فهيكون فيه سيولة مرورية على الجانبين بالانتقال من طريق الأوتوستراد المتجه بقى إلى منطقة التجمع الخامس تحديداً هنا هنلاقي طبعاً المتجه إلى شارع التسعين تحديداً في سكودا المتجه إلى شارع التسعين في سيولة مرورية تامة والقادم من شارع التسعين متجه ناحية السلام هيكون في سيولة مرورية على جانبي الطريق أما بالنسبة لنفق الـ NA وهو هيكون متجه إلى التجمع الأول ومدينة نصر هيكون في سيولة مرورية تامة وأيضاً القادم من هذه المناطق ومتجه إلى منطقة المعادي هيكون فيه سيولة مرورية طبعاً في هذا الاتجاه من نفق الني ننتقل إلى طريق الإمداد وتحديداً المتجه إلى شارع الثورة وطريق السويس أو القادم من طريق السويس ومتجه إلى منطقة الرحاب هيكون فيه سيولة مرورية أيضاً في جميع الاتجاهات الخاصة بطريق السويس أو الرحاب ولكن بنقطة أقرب لطريق السويس هنقترب من هذه الشاشة وطريق السويس زي ما حضراتكم شايفين هيكون فيه سيولة مرورية تامة موجودة على جانبي الطريق بالنسبة المتجه إلى السويس أو الخارج من السويس ومتجه إلى القاهرة من طريق السويس نتجه إلى محور سعد الدين الشازلي هيكون طريق إسماعيلية فهنا طريق إسماعيلية هيكون فيه سيولة مرورية بالنسبة للمتجه إلى إسماعيلية أو القادم من إسماعيلية ومتجه طبعا إلى القاهرة آخر طريق هيكون معنا وهنتطمن طبعا الحالة المرورية عليه وهو طريق مهم جدا دائري السلام ده بالنسبة اللي هيكون قادم من المرج وأيضا أو متاجه إلى المرج وأيضا الاتجاه الآخر المنتاجه بقى إلى السويس واسماعيلية فهيكون فيه سيولة مرورية تم فيه جميع الاتجاهات الخاصة بطريق السلام إذن بشكل عام فيه سيولة مرورية في أغلب المحاور اللي موجودة الكسافات اللي بتكون على الطريق الدائري وهي خاصة طبعا بالأعمال التوسعية والإنشاءية الموجودة لكن نحب نطمن السادة المواطنين إلا هيتجه لمدينة 6 أكتوبر عندهم طريق المحور 26 يوليو هيكون فيه سيولة مرورية وأيضا طريق الوحاة بعض الكسافات اللي موجودة في مدال لبنان ده بالنسبة للقادم من مدينة 6 أكتوبر ومتاجه ناحية كوبري 15 مايو لكن بشكل عام نهاردة فيه سيولة مرورية فيه أغلب المحاور والطرق الرئيسية دي كانت متابعاتنا للحالة المرورية من داخل الإدارة العامة للمرور بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وبرجع لكم في الستوديو بسانت وأحمد مرة تانية شكرا لك يا محمود يعني على المعلومات المفصلة دي وزي ما أحمد كان بيقول أنت في الحقيقة بتدينا بهجة كده على الصبح وبنبقى تهالي كل المشاهدين اللي بتفرجوا عليك دلوقتي يكيد هيروحوا الشغل مبسوطين ترجمة نانسي قنقر